بالأول حضرك بس تقول لنا وتعرفنا إيه هي غدة البروستات هي غدة البروستاتة يعني تقريبا في الحجم ده تقريبا هي غدة موجودة تحت المثانة البولية ويعدي فيها قناة مجرى البول وأهميتها أنها بتفرز سائل معين باعتبارها غدة له علاقة بحيونات المنوية اللي في السائل المنوفة يعني السائل ده مهم جدا جدا اللي بيفرز من خلال غدة البروستاتة لو الواحد هو الناس دايما متعرف عليه يقول لك ده عنده البروستاتة وعنده البروستاتة دي يعني إيه هو أغلى بالناس اللي بتكبر في السن عندها أعراض للبروستاتة اسمها بناين بروستاتيك هايبر بليزيا يعني التدخم البروستاتة الحميد وده بيبقى له أعراض اللي هو زي ما ساعدتك تفضلت في الأول لتعلق بالتبول والانسداد مجرى البول أحيانا ده العادي وده مسألة عمرية مش كل الناس بتتعرض لها لكن جزء كبير من الرجالة بتتعرضوا لها لكن المشكلة إن في بعض من يتعرض لهذه الأعراض بيبقى بقى عنده سرطان البروستاتة وده موضوع تاني فلازم ساعتها يبقى فيه ألغوريثم تاني للتشخيص علشان ناخد المسألة وهي في مرحلة مبكرة يعني ما نستسهلش بالأعراض لازم نشوف الدكتور في الأول يعني يا دكتور التهاب البروستاتة ده ممكن يؤدي لسرطان البروستاتة مش بالضرورة وده موجود جدا بروستاتايتس أو التهاب في البروستاتة ده ده موجود عند الناس كتيرة لكن مش بالضرورة يؤدي إلى سرطان البروستاتة لكن التضخم هو اللي فيه المشكلة طبعا لأن التضخم طب ليه دكتور ما هو الانتهاب مشكلة والتضخم مشكلة كويس التضخم هو بيحصل إيه؟ بيحصل إن بالعمر زي ما قلت حداك عبارة عن فصين وقناة مجرى البول عبارة عن أسطوانة صغيرة مش هفوستيهم البناين بروستاتيك هابرابريزي أو التضخم الحميد ده بيحصل فعلا في الفصين اللي هم من جوه يعني الجزء الداخلي اللي هو عند خناة البول وبالتالي بيعمل أعراض على طول واخد بالساعدتك فعشان كده بقول لحددك التضخم وفي بعض الأحيان ناوي البروستاتايتس أو الالتهاب ده عامل تضخم هيدي نفس الأعراض بس ممكن ساعتها بمع عراض أكثر إن الالتهاب ده موزع جدا يعني